انك لعبت في الزمالك انا ملعبتش انا رحت انتقلت للزمالك شهرين وبعد كده يعني ما لقيتش اللي انا عايزه فسخت التعاقد وكل واحد فينا انفصل بالمعروف بدون اي تجريح بدون اي مشاكل بدون اي اساءة انا من الشخصيات اللي دائما بحب الهدوء في علاقاتي مع الناس ما بحبش انفصل ابدا بمشكلة حتى في علاقاتي الشخصية انا ممكن اكون مختلف معاك هاني فاتلايني مراحضة يعني انفصلت عنك ولكن بحب وباحترامها بدون تجريح حط احتيها ميت الف خطأ لكن الموضوع تحول لكلام سخيف جدا تعرف لو من عشرين سنة اسدقه لكن انت دلوقتي بتتكلم في يعني تسمح لي اتقمس دور المزيع واسألك او قبل مسألك اقولك بلاقي كلام غريب اوهاني انه عمر ربيع سين لعب الزمالك مينفعش يكون عضو منك ظرف النادي الاهلي يعني طيب حضرتك الكلام اللي حالك بتقول انا ممكن ارد عليه ولكن انا لا يمكن قبل ارد على رأي واحد من الجمهور او من الاعضاء بالعكس هو ليه مطلق الحرية تقلم زي ما هو عايزه وانا للوقت المناسب ارد عليه بالورقة او بالقلم انا اسألك يعني ستة اسماء وتقول لي الناس دي مين وعملت ايه مبدئيا ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لما حاب يستعين بشخص في لجنة الكورة استعام بكابتن زكريا نصف في لجنة التخطيط ختم حياته فين في لجنة التخطيط في الزمالي كابتن ايمن شوقي دولة كابتن الخطيب باسق فيهم هو اللي جايبهم بنفسه مش حال تاني اللي جايبهم كابتن ايمن شوقي مقدم انسوديو التحليل في قناة النادي الاهلي ختم حياته فين في نادي الزمالي كابتن هيسم السعيد عضو مجلس ادار ولاعب في الزمالي ومقدم برامج في قناة النادي الاهلي كل دول موجودين تحت مظالة الكابتن محمود الخطيب وتحت مظالة النادي الاهلي كمان الدكتور حسن مصطفى واحد من أربع أسماء في لجنة الحكماء ورئيس الاتحاد الدولي والكابتن محمود الخطيب كرامه هو كابتن حسن حمدي في آخر حفلة ودى له قلادة النادي الأهلي لعب في الزمالك كابتن محمود الخطيب الناس دول موجودين أكمل معاك الأستاذ خلال عبدالقادر عندما كان موجود في الانتخابات أحد الأسماء اللي كابتن خطيب جابها لعب طائرة في نادي الزمالك المهندس سمح علي كامل رئيس لجنة الهندسية في نادي الأهلي لعب في الزمالك الست أسماء دول كلهم لعبوا في الزمالك إيه المشكلة أن أنت النادي الأهلي قال لي والله أنت الفترة دي مش هيكون لك نصيب معي فأنا بستأذنك أنا أستغنى عنك فأنا مشيت من الأهلي رحت يا هاني أدور على مكان ألاقي فيه فريق عنده جمهور فريق عنده شعبية نادي الزمالك فالناس اتكلموا معي رحت نادي الزمالك بكل احترام الكيميا ما مشيتش مع بعض يعني ما لقيتش الكيميا اللي أنا كنت عايزة أو اللي أنا كنت أدور عليه في النادي الأهلي فانفصلنا وفسخنا التعقل هل أنت شايف هاني أن عمر لعب في الزمالك وأنه وقع للزمالك بعد الست أسماء دول واحد منهم قام كبيرة جدا زي الدكتور حسن مصطفى في لجنة الحكماء وأنه هو رئيس تحدي وليه في الزمالك كابتن زكريا نصف اللي موجود لحد الوقت في النادي الأهلي كابتن أيمن شوئ كابتن أيسا مسعيد وآخرهم كابتن محمود الخطيب اختاروا بنفسه الكابتن خالد عبدالقادر لعب في نادي الزمالك فولي هل أنت شايف هاني أن دي تهم أو ده حاجة ممكنا فيها حاجة ممكنا تسيق لي هو نادي الأهلي والزمالك مش شرف لأي حد ما يكون موجود فيهم بكل تأكيد نادي الأهلي هل أنا سبته بمزاجي ومشيت روحت الزمالك ولا الأهلي اللي قال لي أنا نستغني عنك فأنا بدور على فرصة زي ما مؤمن زكريا عمل مؤمن زكريا عمل إيه أنا مؤمن زكريا جيد مش من الأهلي رح أنبي ثم أنا زمالك أنبي زمالك رجع أهلي مرة ربنا يشفي رب مؤمن ده من الناس اللي أنا بعتز بيهو عشرة عشرة بتكلم في عشرة عشر سنين هاني فعشان كده بقولك للأسف الناس دلوقتي بقت فهمة عمر ربيع عسين ابن النادي الأهلي شئنا أم أبين عمر ربيع عسين ابن النادي الأهلي عشرة سنين يهاني في النشئين عشرة سنين بينهم ما بين ما بين كروفر ابن ربيع عسين اللي الناس ممكن تكون فاكرة النادي الأهلي مش شاوه هو صغير رحت النادي نادي من نيل ولعبت سنة واشتغلت على نفسي ورجعت مرة تانية ولعبت مع مع كباتني ومع مداربيني لحد ما الأهلي وصلت لسن معين وقال لي خلاص أنا مش محتاجك فكنت بحاول وبعتمد على نفسي وخلي بالك أنا لا عندي بقى حد بيساعدني ولا عندي حد بيدعمني ولا عندي حد ممكن يقف يعني في ظهري إلى ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بتحبني يعني عشان خطر طبعا الكابتور ربيع عشان خطر يمكن للأسف خدت قرار يعني مبكرا شوية قرار الاعتزال ولكن هتكلم عليه بقى نتكلم عليه بعدين ولكن لو انت شايف ان في حاجة تسيقلية بمرواحل الزمالك مادي الزمالك طبعا للكبير شهرين أو ثلاث شهور هل انت شايف لدي حاجة ممكن تسيقلية أو حاجة منها أتكسف منها لو هاني يعني اللي بيتسائل فالإجابة لا انت شايف لا أسماء لنا أو ثلاث لا لا هو على فكرة حتى لو ما فيش أسماء يعني ممكن بالنظر للأجواء الحالية جماهيريا ممكن لو حد حب يستغلها ضدك هيستغلها ضدك وبالت شايف في زمالك أو يعني العكس ودخل انتخابات الأهلي هتقبل لو ما تعملش عليهم نفس الحملة اللي ممكن تتعامل عليك أنا كده كده فاهم يعني فمش هدخل مش هدخل مش هدخل رأي بسوالله العظيم بالأعضاء لأننا عارف كويس إزاي بتدار الحملات الإلكترونية وسهلة جدا وممكن بثلاث أشخاص تعمل رأي عام من خمس تلاف شخص خمس تلاف شخص يجري لك خمسين ألف شخص فأنا عادي بالنسبالي يعني لكن أنا بقول لك إن إزاي الواحد ممكن يوجه ضدك حملة دي سهلة قوي طب أنا عايز أقلك على حاجة